مولود الجوزاء أسبوع سريع الإقاع مصمر جدا تتحرك خلاله لاتخاذ القرارات الحسمة ممكن ترغب بتغيير وظيفتك أو تقرر أنك تغني مواهبك بتغيير مركزك يعني عزيزي الجوزاء حن الوقت أنك تتقدم بخطة كبيرة وجريئة كمان بسهم الحظ بإعطاءك فرص سمينة لتحسين مواهبك تحرك ما تخف من التجديد البداية سبت أحد أمر جديد وكسوف الشمس بالميزان الصديق يعني أيام غنية بالحركة المسيرة أيام مليانة بالمشاريع والنشاطات والأحداث البرنائة على كيفية الأصعدة أنت تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وبإرادة صلبة على الوصول لمراكز عالية بيتابع الحظ مع دخول الأمر للعقرب الثانين والثلاثة يومين حلوين بيتحدثوا عن انفراجات كبيرة عن أرباح انتشار نظرا للتأثيرات الفلكية الدعمة يلي بدأ باب الحظ بابك وتفتح قديمك مجلة واسعة وفرص استثنائية سواء كنت بتتعاطى الشأن التجاري أو السياسي ممكن يكون فيه توقيع على عقود وراح يكون هيدا هو العنوان الأبرز بهالفترة لكن بدك تكون كتير منتبه بين الأربعة والجمعة انتقال الأمر لما واجهت برجك من القوس يعني لبيت السابع بيت الروتين بيت الصحة والشغل واحتمال يكون فيه مسؤوليات طارقة مفاجآت اهتمامات جديدة حاول انك تتجنب التسلط وما تفرض رأيك وما تستخف بتأثيرات الأمر يلي بيخليك مزاجة انفعالية متسرعة عصب الفترة التحول بالعلاقات العاطفية والعائلية وبتكون قيام متقلبة فكريميح قبل ما تتصرف عاطفيا عندك أسبوع دقيق بسبب معنويات متقلبة استوضح الأمور حاول انك تحلل بشكل موضوعي ومنطقي وانتبه من الوقوع ضحية القلق والتوتر حاول تقديم بعض التنازلات حتى ترضي شريكك العزب لحيكون متطلب وسائر بسبب موجات الغير والشكوك يلي بتأثر على وضعه العاطفي وسبب طبعا وجود الزهرة بمواجهة برجك من العزراء